السببات الرئاسية هي الركن الأساسي في تطوير الحياة السياسية والمناخ العام ومن هنا بتيجي أهمية المشاركة في هذه الانتخابات نشارك عشان نبني مستقبل جديد للبلد دي عشان العالم كل يشوف أن كل المصريين بيتعاموا المنصب والأرض في هذه البلد أي أن كان المرشح اللي انت شايفه أنه الأفضل والأمسل في المرحلة دي انزل وشارك انزل قدي صوتك اللي يستحقه واللي انت شايف أنه يمثلك في رئاسة الجمهورية أي أن كان هو مين؟ المهم أنك تشارك المشاركة في الانتخابات حق دستور لكل موعد يختار من يريده في المكان الذي يريده شارك لو كنت راضي عن الإدارة الحاكمة أو كنت غير راضي لو راضي ادعمها بصوتك ولو كنت غير راضي شارك واختار اللي تشوفه قادر على التغيير العملية الانتخابية محتاجة صوتك وصوتي علشان خاطر مستقبل أولادنا محدش يقول أصلي صوتي مش فارق أصلي أنا خلاصي نتيجة محسومة أصلي أنا صوتي مش هيعمل حاجة لأ صوتي وصوتك فارق وهيفرق في العملية السياسية النتيجة مش بس هي المهمة كمان المثل مهم جدا معنى انت اخترت تشارك ان انت اخترت كتابة خطوة لأولادنا لو ما شاركتش بقرارك كان انت تبضى دواري خطوة ندع جموع الشعب المصري لازهاب إلى صندوق الاختراعات الانتخاب ما يروه مناسبة القيادة هذا الوطن في المرحلة القادمة انزل اختار من تريد أن تختاره انزل اختار من تريد أن تعطيه صدره ولكن لا بد أن نحافظ على هذا المكتسب وهو الصندوق الانتخابي ضروري تشارك ضروري تحضر منحامات رئاسية 10-11-12 ديسمبر 20-23 لازم من 3 ايام 10-11 ديسمبر نمارس حقنا الطبيعي في المشاركة في إدارة الشأن العالم وفي اختيار رئيس جديد يعبر بالدورة المصرية من هذه التحديات حقك انك تنزل وتنتخل وحريتك انك تختار رئيس جمهوريتك شارك علشان نوجه رسالة للعالم كله ان احنا شعب واحد ورئيس واحد وإيد واحد خلونا نوري العالم ان الشعب المصري شعب قوي شعب يقدر يواصل التام اي حد لو رحنا كلنا الانتخابات وقلنا احنا عايزين مين واخترنا اللي احنا عايزينه اكيد هنفرد ارادتنا نزولنا ومشاركتنا حماية وحصانة لمشروع كبير ومهم كلنا اجتماعنا وتوافقنا عليه وهو مشروع دولة 30 يونيو الوطنية نزولك مهم مشاركتك مؤسرة صوتك هيفرق كن ايجابي انزل وشارك ومارس حقك الدستوري وعبر عن رؤيك الانتخاب هنا حق وواجب بقوة هذا الوطن تبدأ من قوة ابنائه فقواتنا تبدأ من انفسنا فليبدأ كل منا بنفسه